أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد مواصل الحديث مع مساق الثقافة الإسلامية ونحن اليوم على موعد مع المبحث الأخير وهو المبحث الثاني عشر وهو بعنوان الجهاد في سبيل الله تعالى وقلت في المحاضرة الماضية بأن المبحث التاسع والمبحث العاشر محذوفان غير مقررين على لا على البكالوريوس ولا على الدبلوب يكون هذا مفهوم للجميع يعني بعد المبحث الثامن ننتقل على جناح السرعة إلى المبحث الحادي عشر وهو الحكم في الإسلام ثم إلى المبحث الأخير وهو الجهاد في سبيل الله تعالى آخر مبحث في هذا المقرر في هذا الفصل والجهاد في سبيل الله يعتبر ذروة سنام الإسلام وناشر لوائه وحامي حماه ولا قيام لهذا الدين في الأرض إلا به وإن المجاهدين في سبيل الله هم صفوة خلق الله وسادة عباده وهم الناصحون للعالم كله على الحقيقة الباذلون نفوسهم ومهاجهم ليسعدوا البشرية بالتمتع بهذا الدين وتعريف الجهاد في سبيل الله كما وضح العلماء والفقهاء هو قتال المسلم الكافر بعد دعوته إلى الإسلام أو الجزية وإبائه كما مر هو قتال المسلم الكافر يعني أن يقاتل المسلم الكافر لكن لا يقاتله مباشرة من بداية الطريق لا يقاتله بعد أن يدعوه إلى الإسلام دون إكراه فإذا دخل في الإسلام فبها ونعمات طب إن رفض أن يدخل في الإسلام هو وشأنه لكن نقول له تعيش تحت ظل الخلافة الإسلامية والدولة الإسلامية والحكم الإسلامي يجب عليك أن تدفع الجزية وهي عبارة عن مبلغ من المال باب الحماية أن يحمي المسلمون هذا الشخص الذي لا يريد أن يدخل في الإسلام يعني أن يعيش في ظل الدولة الإسلامية فإذا رفض أن يدخل في الإسلام ورفض أن يدفع الجزية مرحلة الثالثة يكون الجهاد والقتال لهذا الشخص إبائه يعني رفضه يعني رفض أن يدخل في الإسلام ورفض أن يدفع الجزية وإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه وهو لباس التقوى ودرع الله الحسينة وجنته الوثيقة وجنته الوثيقة وللجهاد في سبيل الله والرباط في سبيل الله فضل عظيم كما ذكر الله تبارك وتعالى وذكر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال ما من خطوة أحب إليها من خطوتين خطوة يسد المؤمن بها صفا في سبيل الله يعني جاهد في سبيل الله وخطوة يخطوها مؤمن إلى ذي رحم قاطع يصلها يعني تصل رحمك الذي قطعك ولذلك أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع على عبد قبار في سبيل الله ودخان جهنم ودخان جهنم والله تبارك وتعالى قال عن الرباط في سبيله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون لكن حتى يكون الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى مقبولا عند الله عز وجل لا بد أن تتوفر فيه ثمانية شرون ثمانية شرون نريد أن نعرفها جيدا واحد القتال تحت راية الحق يعني يجب على المؤمن أن يقاتل تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله لا أقاتل تحت راية شيوعية أو تحت راية علمانية أو أي شيء من هذه الصالحات وإنما أقاتل تحت راية إسلامية تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أول شرق من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وليس من أجل الدنيا ولا من أجل المنصب ولا من أجل المال ولا من أجل الجاه إنما يبتغي بقتاله رفعة كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله إذن قاتل تحت راية الحق لا إله إلا الله محمد رسول أثنين طاعة القائد أن يطيع المجاهد قائده لكن هذه الطاعة يجب علينا أن نعيها ليست طاعة مطلقة إنما هي طاعة مقيدة بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الله تعالى ماذا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أولي الأمر منكم يعني فسر بعض المفسرين العلماء والبعض الآخر قال لا هم الحكام والرؤساء والقادة إذن لابد من طاعة القائد لكن أطيعه فيما يرضي الله أما معصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا طاعة أكرر لا طاعة لا طاعة في مخلوق لمخلوق في معصية الخالق على الإطلاع ثلاثة التقوى يعني المجاهد حينما يريد أن يجاهد عليه أن يلتزم بتقوى الله تبارك وتعالى فلا يعصي الله عز وجل احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده اتجاهك كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الله عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل فاتقوا الله لعلكم تشكرون اتقوا الله لعلكم تشكرون والتقوى هي السلاح الأقوى التقوى هي السلاح الأقوى أن تجعل بينك وبين النار وقاية يعني حتى لا تصل إلى هذه النار التي أعدها الله تعالى للكافرين وللمشركين وللطواغيت في الأرض والتقوى كما عرفها عليه رضي الله عنه وأرضاه هي إيش الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل السعداد ليوم الرحيل أربعة الشرط الرابع الإخلاص أن تخلص في جهادك لا تبتغي كما قلت قبل قليل لا تبتغي مغنما ولا منصبا ولا دنيا ولا مال إلى آخره وإنما تخلص في جهادك لأن الله عز وجل ماذا قال قال وما أمروا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان ذجرته إلى الله ورسوله فإجرته إلى الله ورسوله ومن كان ذجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكيه فإجرته إلى ما هادر إليه فيجب على الإنسان أن يكون أو على المجاهد الذي يخرج مجاهدا في سبيل الله أن يخلص النية لله تبارك وتعالى وأن يسأل الله عز وجل أن يدخله الجنة أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ندعو الله تعالى جميعا أن نكون منها ومن أهل الجنة إن شاء الله عز وجل خمسة الشرط الخامس الاستعداد العسكري الذي يريد أن يجاهد في سبيل الله عليه أن يعد العدة ويفعل بما يطيق ثم بعد ذلك يفوض أمره إلى الله فالله عز وجل لن يضيعه ولن يخذله على الإطلاق ما دام أنه قام بالإعداد والاستعداد بما يستطيع ولذلك قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم إذن أن تسعد للقتال وتأخذ بكل أسباب القوة وتفوض أمرك بعد ذلك إلى خالقك سبحانه وتعالى فلن يضيعك الله بإذن الله ستة ذكر الله والدليل على ذلك ما قاله الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يعني وأنت تجاهد في سبيل الله وأنت تحمل كلشد وترمي بالقنابل وتطلق كل ما لديك من ذخيرة عليك أن يكون لسانك رطبا بذكر الله تبارك وتعالى فإن هذا يعطيك قوة إيمانية الله تبارك وتعالى يمدك بقوة روحانية لا يعلمها إلا الله عز وجل ذكر الله دائما سبعة شرط السابع النصر من عند الله النصر لا يكون بكثرة عدد ولا عدد على الإطلاق لأن الله تعالى قال وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله فالقضية ليست بالعدد والعدد وإنما النصر يكون من عند الله تبارك وتعالى وأكبر مثال في السيرة النبوية غزوة بدر حيث كان عدد المسلمين 314 تقريبا أو 313 وعدد الكافرين 950 لكن النصر لمن كان للقلة المؤمنة للمؤمنين تصر نصر الله تعالى عباده المؤمنين بقيادة النبي بقيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الكثرة الكافرة فالموضوع ليس بكثرة العدد والعدد وإنما النصر يكون من عند الله تبارك وتعالى ولذلك قال سبحانه وتعالى وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم الشرط الثامن والأخير من شروط الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى الصبر والثبات أن يصبر الإنسان ويحتسب في جهاده ويثبت وأن لا يتراجع قيد أنملا والدليل على ذلك يعني يوجد آيات كثيرة منها ما قاله الله تعالى في آخر سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صبر وصابرة ورباط وتقوى بعد ذلك يكون الفلاح ويكون النصر والتمكين لعباد الله المؤمنين إذن هذه هي ثمانية شروط للجهاد في سبيل الله حتى يكون الجهاد مقبولا ويكون في سبيل الله تعالى حقيقة إذا تغفرت هذه شروط لن يضيعك الله يا مجاهل أعيدها مرة ثانية أولا القتال تحت راية الحق يعني تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله اثنين طاعة القائد ثلاثة التقوى أربع الإخلاص لله تبارك وتعالى خمسة للسعداد العسكري ستة ذكر الله عز وجل سبعة النصر من عند الله سبحانه وتعالى تمانية الصبر والثبات الصبر والثبات بعد ذلك انتقل الكاتب في آخر هذا الدرس يبين لنا أنواع الجهاد وربنا مش موضح النوع الثاني الجهاد نوعان جهاد طلب جهاد دفاعي جهاد تدافع فيه وجهاد تطلب فيه العدو كيف الجهاد الدفاعي يعني أن تكون أنت في بلدك في أرضك ويأتي العدو يريد أن يغزوكم أن يقاتلكم فيجب على الجميع أن يخرج ويدافع عن أرضه وعن عرضه وعن ماله وعن دينه وعن وطنه نسميه الجهاد الدفاعي كما يفعل بنا أعداؤنا اليوم هنا في هذا يدافع عن أنفسنا وعن أعراضنا وعن أموالنا وعن كل ما نملك هذا يسمى بالجهاد الدفاعي لكن فيه هناك الدفاع الطلبي ما معنى الدفاع الطلبي يعني أن يذهب المسلمون ويطلبون الكفار في عقل دارهم لكي تكون القوة والهيبة للمسلمين ولكي تكون كلمة الله هي الأولياء وكلمة الذين كفروا السفلة حتى نمكن لهذا الدين في الأرض وهذا ما حصل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في آخر غزوات آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت جهادا طلبيا حيث ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الروم في عقر دارهم في عقر دارهم وحينما سمعوا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم فروا وعربوا ولم يستطيعوا أن يواجهوا محمدا صلى الله عليه وسلم إذن هذا مسميه جهاد طلبي إذن جهاد دفاعي أن تدافع عن نفسك إذا اعتذى عليك عدوك وأنت في بيتك وطنك ودارك وأهليك تدافع عن كل هذا كل ما هو موجود في وطنك أما الطلب هو أن تذهب أنت الجيش الإسلامي يذهب إلى الكفار في عقر دارهم ويدعوهم إلى الإسلام لأننا نريد الخير للإنسانية جمعها وهذا يعني أكبر مثال عليه ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة ونيف وقليل هذا مسميه الجهاد الطلبي هذا يعني باختصار حول المبحث المبحث الثاني عشر وهو بعنوان الجهاد في السبيل الله تعالى وبذلك أيها الإخوة الكرام نكون قد أنهينا المقرر مقرر الثقافة الإسلامية في هذا الفصل ولله الحمد والمن ولله الفضل والعطاء أكرر قبل أن أنهي إنه المقرر في هذا الفصل للبكالوريوس وللدبلوم عشرة مباحث الثمانية مباحث الأولى من واحد لثمانية كلها مقرر التاسع والعاشر محذوفان غير مقررين لا للبكالوريوس ولا للدبلوم فننتقل مباشرة أكرر ننتقل مباشرة بعد المبحث الثامن إلى المبحث الحادي عشر الذي هو بعنوان الحكم في الإسلام ثم المبحث الأخير الثاني عشر وهو الجهاد في سبيل الله تمن مباحث ثمانية مباحث زائد مبحثين ماذا عشرة مباحث أو مبحثات عشرة مباحث هذه المقررة في هذا الفصل للدبلوم وللبكالوريوس ترجمة نانسي قنقر